السلام عليكم متابعي دراما سبورت هون الأخ عم بيسألنا عن تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات واضح جدا الأخ أما من العراق الحبيب أو من الأردن الشقيق لأن أكيد مانو سوري عم بيسأل عن تصنيف الفيفا للمنتخبات أساسا أي منتخب بيجي بالتصنيف بعد المنتخب السوري أكيد هذا الاتحاد وهذا المنتخب فاشل بسنسناء المنتخب الفلسطيني اللي رح يسابقنا بالتصنيف القادم إن شاء الله لأن موجودين بالدور النهائي أما منتخب سوريا بتراجع مستمر لكن فيه تفوق عربي وتقدم عربي رهيب جدا سواء من منتخبات شمال أفريقيا أو منتخبات عرب آسيا لكن قبل ما نفوض بالتفاصيل ونحكي عن تصنيف الفيفا الجديد بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر جرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل سوف يا صديق العزيز رح نبدأ بشكل سريع بتصنيف أفضل عشر منتخبات عالمية وبعدها رح نحكي عن تصنيف أفضل عشر منتخبات عربية أو تصنيف المنتخبات العربية بشكل كامل لكن بالنسبة للمنتخبات العالمية فبالمركز العاشر المنتخب الإيطالي بالمركز التاسع المنتخب الكرواتي بالمركز الثامن منتخب إسبانيا السابع هولندا السادس البرتغالي الخامس إنجلترا الرابع البرازيل الثالث بلجيكا الثاني فرنسا والأول المنتخب الأرجنديني هذا التصنيف رح يتغير بشكل كلي بعد نهاية بطولة اليورو وبطولة كوفا أمريكا الشي المستغرب دائما تواجد منتخب بلجيكا ضمن أفضل عشر منتخبات بتحس هذا المنتخب متعاقد أنه يتواجد بالتصنيفات الجيدة لا عم بيحقق لقب ولا عم بيحقق بطولة لا وعم بيتواجد بتصنيفات ممتازة جدا لكن بالنهاية المنتخب البلجيكي بيعرف كيف يفوز بالتصفيات النتائج دائما بيه تصفيات اليورو وبتصفيات كأس العالم ممتازة جدا لكن بالبطولات المجمعة ما بيعرفي لها بس بشكل عام حتى بالبطولات المجمعة إذا حكينا عن منتخب بلجيكا فبيوصل بيوصل بال2018 وصل للدور نصف النهاية وفاز على المنتخب البرازيلي لكن أنت عم تحكي عن 2018 بشكل عام هالمنتخبات بالمراكز اللي عم تلعب فيها ما عم تتغير بشكل كلي عم تتبادل المقاعد المنتخب الارجنتيني محافظ على الصدارة هذا الأمر الواقعي جدا المنتخب الارجنتيني حامل لقب بطولة كأس العالم وأكيد كان حامل لقب بطولة كوبا أمريكا نفس الأمر منتخب فرنسا دائما وجود بالمركز الثاني لأن وصل لنهائي كأس العالم فالأمور بصراحة بالتصنيف فقط الناس عم تستغرب تواجد بلجيكا لأن النتائج بالبطولات المجمعة ما بتصير لا عدو ولا صديق بالمجمل المنتخب البلجيكي بيعرفي لعب التصفيات اليوم ممكن تكون مباراة أو ممكن بكرة لأن ما بعرف بأي وقت رح ينزل هذا الفيديو بس بشكل عام التصنيف ما عم بتغير فيه المنتخبات العالمية منروح للمنتخبات العربية لكن رح نحكي بتفصيل أكبر المنتخب العماني بالمركز العاشر عربيا والستة وسبعين عالميا المنتخب العماني عم بيتقدم شوي شوي بالتصنيف ورح يتقدم أكتر وأكتر إذا عمل نتائج جيدة بالدور النهائي بالتصفيات الآسوية لأن المنتخب العماني أحد المنتخبات اللي تأهلت المنتخب العماني عم بيقدم نتائج جيدة مؤخرا مع المدرب الجديد والمنتخب العماني دائما بيوصل لتصنيفات ممكن سبعين ثمانة وسبعين ستة وسبعين ثمانين حابب شوف المنتخب العماني بيوم من الأيام عم بيتواجد بالتصنيف خمسين حلو التصنيف الخمسين نعم حابب شوف المنتخبات كمان تتواجد بتصنيفات قوية لأن المنتخبات عم تتواجد دائما بالتصفيات بالدور النهائي فلازم يكون فيه استمرارية بالتقدم خصوصا المنتخب العماني قادر انه يعمل هذا التصنيف الجيد انك توصل 55-54 على العالم رح يكون شيء ايجابي اما بالمركز التاسع فمنتخب الامارات العربية المتحدة وال69 عالميا منتخب الامارات بيشبه منتخب بلجيكا يعني ما بتحسن انه النتائج دائما ممتازة او النتائج دائما رائعة او عم بيحقق بطولات لكن بشكل عام ما بتلاقي كمان الترتيب سيء يعني 69 عالم مع النتائج اللي احيانا بتكون متفاوتة منتخب الامارات بوضعية جيدة لان بصراحة النتائج معا بيحققوا فيها القاب بس بشكل عام المنتخب الاماراتي اكيد من المنتخبات اللي دائما بالادوار النهائية بتقدم مستويات جيدة نوعا ما بتقدم تصفيات جيدة المنتخب الاماراتي متأهل كمتصدر لمجموعته بالدور التاني بالتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم فالوضعية جيدة وهي معتادة على المنتخب الاماراتي اما بالمركز الثامن عربيا و 68 عالميا فمنتخب النشامة منتخب الاردن بطبيعة الحال المنتخب الاردني تقدم بشكل رهيب بالتصنيف يعني نحنا قبل عامين كنا افضل من المنتخب الاردني بعدة مراكز لكن المنتخب الاردني تقدم تقريبا حوالي العشرين مركز ويستحق هذا التقدم ليش لان المنتخب الاردني وصل لنهائي بطولة كأس اسيا تأهل كمتصدر لمجموعته بتواجد المنتخب السعودي باخر مبارتين نحقق نتائج رهيبة جدا سواء امام طاجكستان وامام المنتخب السعودي فالمنتخب الاردني بخطة متسارعة لحتى يتواجد بيوم الايام ضمن افضل خمس منتخبات عربية او ضمن افضل ثلاث منتخبات عربية كل شي ممكن لان في منتخب عرب من عرب اسيا حشر حاله بالنص وتواجد بمكان مكان اي منتخب من عرب اسيا عم يتواجد بهذا المكان وبالمركز السابع عربيا والستة وخمسين عالميا منتخب المملكة العربية السعودية طبعا المنتخب السعودي عم يتراجع نوعا ما المنتخب السعودي مع ما نشيني الى الان الاداء غير مقنع والنتائج غير مقنعة المنتخب السعودي عودنا بالتصفيات النهائية بيقدم كرة قدم مختلفة بيفوز بمبارياته بيلعب لاخر نفس فالمنتخب السعودي عنده هاي التجربة عنده هاي القدرة بانه يفاجأك بشكل كبير بالدور النهائي من التصفيات ويعمل هاي النتائج فبالتالي التصفيات القادمة رح تأثر بشكل او باخر على ترتيب عدد من المنتخبات انا دايما بشوف المنتخب السعودي بالدور النهائي بيقدم كرة قدم مختلفة بيخليك بالفعل تكون بانتظار مبارياته مع اليابان ومع كوريا الجنوبية ومع هاي المنتخبات لان المنتخب السعودي بيعمل نتائج ايجابية وبيخليك تكون مبسوط وانت عم بتشوف المستوى حاليا التصنيف غير جيد لان المنتخب السعودي الى الان نتائجه متفاوتة ما عم بيعمل شي ممتاز او مبهر اما بالمركز السادس عربيا والخمسة وخمسين عالميا المنتخب العراق منتخب السود الرافدين من افضل التصنيفات اللي عم بيعملها المنتخب العراقي المنتخب العراقي خلال 3 اربع سنوات ما شاء الله تبارك الله يعني عم بيتقدم بالتصنيف بشكل رهيب لا بتلاقي فيه مرة شفت تعليق لاحد الاشخاص من العراق او احد الاخوة من العراق كاتب يعني احنا باوع لهل ما لعبنا مع منتخب قوي انت ما لعبت مع منتخب قوي لعبان مع اليابان ولعبان مع الاردن اللي وصلت للنهائي كاساسيا وعم تلعب مع فيتنام واندونيسيا منتخبات مانا سهلة اطلاقا المنتخب العراقي عم بيلعب مع منتخبات قوية مين اهلك ما عم بيلعب مع منتخبات قوية عم بيلعب مع مين مع البرازيل مولا يتأهل لك اصل العالم بيلعب مع البرازيل او مع الارجنتين او مع هالمنتخبات بس بشكل عام لعب مع أغلب المنتخبات الآسيوية القوية وعم بيعمل نتائج المنتخب العراقي وضعيته ممتازة جدا باستقرار جيد. إذا ضلت هاي الاستمرارية المنتخب العراقي رح يتواجد ضمن أفضل 5 منتخبات إذا تأهل لبطولة كأس العالم رح تكون الأمور إيجابية أكتر وأكتر المنتخب العراقي. عم بيلعب مع المنتخبات قوية المنتخب العراقي عنده هاي الشخصية المنتخب العراقي لازم يكون في رهان على تآهلوا لبطولة كأس العالم لأن بيستحقوا اشتغلوا الجماعة عم يشتغلوا بشكل جدي للوصول إلى بطولة كأس العالم مو متل بعض ناس ما اشتغلوا اطلاقا وبالمركز الخامس عربيا والاربعة واربعين عالميا منتخب الجزائر محاربي الصحراء طبعا المنتخب الجزائري فينا نقول آخر ثلاث اربع عوام موجود بهذه المراكز يعني ما عم بيتقدم يوصل للعشرينات ولا عم بيتأخر للستينات يعني بيتواجد بالمركز بالاربعينات دائما فالمنتخب الجزائري اذا تأهل من مجموعته واكاد اجزم بان المنتخب الجزائري لازم يتأهل يعني ما في منتخب بقوة المنتخب الجزائري بنفس المجموعة فتصفيات افريقيا بهذه المرة تحديدا ما في حجة لأي منتخب عربي ما يتأهل لبطولة كأس العالم المنتخبات العربية كعبة اعلى وانتو دائما يا عمي مشرفين وموجودين بأفضل اربع منتخبات عربية المرة الوحيدة بهذا الفيديو رح نحكي عن منتخب خالف كل التوقعات وتواجد منتخبات العربية فبالتالي منتخب الجزائر اذا تأهل لبطولة كأس العالم ولازم يتأهل هذا الشيء لازم يكون مفروغ منه فرح يتقدم بالتصنيف لكن حاليا التصنيف هو تصنيف عادي جدا موجود في المنتخب الجزائري من عدة سنوات اما بالمركز الرابع فمنتخب تونس بالمركز الرابع والوحده اربعين عالميا المنتخب التونسي عم بيتراجع شوي بصراحة لان منتخب تونس يعني منتذكر بالعدد سنوات كان واصل 30 واصل 27 و 28 منتخب تونس كان احيانا بالعشرينات فالمنتخب التونسي متراجعت واجدت بالتصنيف 40 في نوع من التراجع لكن كمان تعودنا من المنتخب التونسي انه يعمل شيء ويتأهل لبطولة كأس العالم فيه ناس بتشوف المنتخب التونسي محظوظ او بيحكوها باللغة المغاربية الزهر منتخب زهر انا اختلف مع هاي الفكرة المنتخب التونسي بالتصفيات عنده هاي الشخصية بيواجه منتخبات افريقية ما بيخاف من اي منتخب بالزهاب بالاياب بيفوز فالمنتخب التونسي يستحق انه يكون بتصنيف افضل والمنتخب التونسي دايما عودنا يكون اول او تاني بالمنتخبات العربية بكل صراحة لكن هالمرة موجود برابع بيبي المنتخبات بتصنيف المنتخبات اما بالتصنيف الثالث عربيا والستو تلاتين عالميا منتخب مصر مصر عم تتقدم بالمراكز منتخب مصر خلال اخر اربع خمس سنوات كانت بين الاربعين والخمسين حاليا عم بنشوفها بالتلاتين فبالتالي هذا تقدم ملحوظ للمنتخب المصري النتائج جيدة للمنتخب المصري بالتصفيات المنتخب المصري حاليا عم بيحاول ايجاد طريقة جديدة افكار جديدة لعيبة فيه كمان لعيبة جداد بالمنتخب المصري ومدرب جديد الكابتن حمس عم حسن المنتخب المصري عودنا كمان يكون ضمن التلاتينات والعشرينات احيانا كانوا بيوصل للتاسع على العالم بس انت عم تحكي عن زمن وجيل مختلف تماما لكن بالوقت الحالي المنتخب المصري ايضا قادر على التأخل مثل ما حكينا ما في حجة لأي منتخب من شمال افريقيا ما يتأهل بطولة كأس العالم من الاربع اللي عم نحكي عنهم دائما مغرب جزائر تونس مصر المنتخبات صفة وبالمركز الثاني عربيا وخمسة وثلاثين عالميا منتخب قطر يعني المنتخب القطري عم يتواجد بمركز واخيرا حطينا منتخب من عرب اسيا ضمن هالاربع الموجودين دائما بافضل اربع منتخبات عربية لا حطينا اهل مرة منتخب قطر موجود ومنتخب قطر حقق لقب كأس اسيا بالبطولة الاخيرة وحقق لقب بطولة كأس اسيا قبل اربع عوام فبالتالي المنتخب القطري مرتين على التوالي محقق اللقب والمنتخب القطري يعني بصراحة بالتصفيات كمان مستويات ونتائج بيلعب مباريات ودية مستويات ونتائج المنتخب القطري يراهن عليه بان يتأهل لبطولة كأس العالم احد المنتخبات القوية إذا شفنا نفس المستوى اللي أدموه ببيئة التصفيات طبعا المجموعة نوعا ما كانت سهلة على منتخب قطر حتى نكون صريحين يعني أنت بالنهاية كانت المجموعة الكويت اللي أحيانا عم بتعاني أو بشكل عام عانت لكن تأهلت مع المنتخب القطري منتخب الهند يعني عم بيلاقي نفسه فبالتالي وأفغانستان المجموعة ما كانت كتير صعبة لكن بشكل عام المنتخب القطري يستحق التواجد بهذا المركز اللي بيحقق مرتين على التوالي بطولة كأس آسيا بيتواجد مركز تاني على العرب ليش لا؟ وبالمركز الأول و12 عالميا أنا أكيد منتخب المغربي يعني المنتخب المغربي بعض بطولة كأس العالم والرابع على العالم أنت خلاص ما عدترضه أنه يتواجد ضمن أفضل 20 أو أفضل 30 أو أفضل 40 أنت حاليا لازم يكون هدفك أفضل 8 منتخبات عالمية أفضل 5 منتخبات عالمية المنتخب المغربي حتى بالتصفيات اللي شاف المباريات بيلعب بمستوى آخر بليبل آخر المنتخب المغربي بصراحة بليبل مختلف يعني عن المنتخبات العربية الأخرى يكون صريحين عندهم جيل قوي عندهم مدرب ممتاز لعيب مميزين خصوصا مع إضافة إبراهيم دياز الإضافة اللي كانت كمان محتاجها المنتخب المغربي من ناحية المراوغة والحلول الفردية لعيب مميزين نوعا ما بيعاني من المشاكل الدفاعية لكن ما في منتخب ما بيعاني من مشاكل دفاعية فالمنتخب المغربي الطموح لسه على أكبر وأكبر أنا شايف منتخب المغرب لازم يتواجد ضمن أفضل على الأقل 8 منتخبات عالمية لأن يمتلك كل العناصر وكل الإمكانيات لحتى يتواجد بهذه المراكز وهذا الشيء رح يفرحنا دائما لما مشوف منتخباتنا العربية قوية أكيد منفرح لهذا الشيء طبعا إذا بنا نحكي عن منتخب سوريا والبحرين البحرين بالمركز 11 عربيا و81 عالميا منتخب سوريا 12 عربيا و93 منتخب فلسطين 13 و95 المنتخب الفلسطيني عم يتقدم بيبيا التصنيف المنتخب البحريني جيد حاليا بيبيا التصنيف ولكن المنتخب السوري هو الوحيد اللي عم يتراجع يعني نحنا أكيد رح نتراجع بالتصنيف أكتر وأكتر إذا المنتخب الفلسطيني عمل نتائج وهذا الشيء اللي حابينه يعني إذا المنتخب الفلسطيني عمل نتائج جيدة بالتصفيات والدور النهائي على قلبي أحلى من العسل يا عمي نتراجع مركزين ثلاثة وخلونا نشوف منتخب فلسطين بكأس العالم يا رب نحن كلنا رح نشجح المنتخبات وأكيد منتخب فلسطين لكن حاليا نحن مسابقين المنتخب الفلسطيني على السنوات السابقة لا أكثر ولا أقل لكن كنا موجودين 89 وبفضل هيكتور كوبر والمنتخب اللي صار والنتائج اللي عملناها والتعادل مع ميانوار والخسارة مع كوريا الشمالية وطرعون زهابوا إياب اليابان فأكيد لازم تتراجع لهذا المركز السيء جدا وانت يعني مقبل على تراجع رهيب جدا إذا ما أمنت مباريات جيدة بشهر 9 وبشهر 10 وإذا كمان ضليت على نفس المنوال وعلى نفس المستوى وعلى نفس النتائج المنتخب السوري بوضعية سيئة بالتصنيف هذا التصنيف ما رح يساعدك ورح يخليك دائما موجود بمستويات سيئة بكل قرعة رح تتواجد فيها مستقبلا الله الله على المنتخب السوري بصراحة أمر جدا محزن جدا محزن أنك تحكي عن مركز أو تصنيف 93 أو 94 على العالم نعم نحن نستحق التصنيف 150 لكن كان بالإمكان أفضل مما كان وكان بالإمكان أنك حتى أحيانا يكون عندك طموح تتواجد ضمن أفضل 60 منتخب للأسف ما عم نوصل للتصنيف 60 عم نحلم أنه نوصل شي يوم لهذا التصنيف هذا كل شيء أحكيه أتمنى أن أعجبكم الفيديو تكونوا بصحب خير و سلامة ترجمة نانسي قنقر